ما تتحدث عنه حكومة الوفاق الليبية وحليفتها تركيا يبدو أنه مناقض بجميع المقاييس الميدانية لما يحدث على الأرض. رئيس حكومة الوفاق خرج مرحبا بالمبادرات السياسية الداعية إلى حل سلمي للأزمة الليبية بعيدا عن الاقتتال وحقنا للدماء وداعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية وإنهاء الانقسام والإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة. حديث السراج ذهب إلى أبعد من ذلك فقد رسم الخريطة السياسية لليبيا في ظل توافق سياسي يجمع الليبيين تحت مضلة مجلس رئاسي من رئيسين ونائبين ورئيس حكومة منفصل أو بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب الآجال. هذا الحديث المنساب على نهر السلام للسراج قابله تحركات عسكرية لقوات الوفاق فجرا للسيطرة على قاعدة الوطية الجوية التي تعد آخر موقع عسكري كبير لقائد الجيش الوطني خليفة حفتر غربي ليبيا. وبحسب المصادر فإن مدفعية الوفاق بفصائلها وميليشياتها مهدت الطريق للاقتحام والاشتباكات التي باتت قريبة من القاعدة بحسب المصدر نفسه. أما الحليف التركي فاعتلى المنصة ليؤكد تصميم بلادها على أن تكون ليبيا غرس فابت في واحة من السلام والأمن بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. رياح السلام التي تحدث عنها أردوغان حملت إلى السواحل الليبية بواخر محملة بألاف مرتزقة السوريين لدعم الفصائل والميليشيات التابعة للوفاق. فقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع أعداد المجندين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا إلى نحو 11 ألفا قتل منهم خلال المعارك أكثر من 260 فيما وصل نحو 7850 إلى الأراضي الليبية و3000 وصلوا للمعسكرات التركية لتلقي التدريب. المرصد السوري يؤكد أيضا استمرار تسجيل قوائم أسماء جديدة لمئة مقاتلين الذين يتحضرون للانتقال من سوريا إلى تركيا ومنها إلى ليبيا. مين مهندس الحدث